زيادة في الغموض الذي يلف الأزمة اليمنية منذ أشهر تأتي تصريحة وزير الشؤون الخارجية الإماراتي لتزيد الأمر غموضا الوزير أنور قرقاش الذي كان يحاضر في مجلس ولي عهد أبوظابي والحاكم الفعل للإمارات قال إن الحرب في اليمن بالنسبة لجنوده قد انتهت عمليا مشيرا إلى أن الإمارات الآن تراقب ما أسماها الترتبات السياسية وأن الدور الأساسي لحكومته في الوقت الحالي هو تمكين اليمنيين في المناطق المحررة حسب قوله المحاضرة التي نقل جزء منها ولي عهد الإمارات على صفحتي في تويتر تحدثت عن أن التحالف العربي أنجز مهمته في اليمن وما تبقى سوى العودة إلى المسار السياسي وهو الجزء الذي يقع على عاتق اليمنيين أنفسهم بعسب ما جاء في تصريحات قرقاش أنا قناعة مطلقة في اليمن أنتم يعهد اليمن مشروكين فيه هذا الموقف الذي ألقى مزيد من الغموض والشك حول موقف الإمارات ودورها في التحالف العربي الداعم لشريعية في اليمن سرعان ما عاد الوزير الإمارات لتوضيحه لاحقا عاد قرقاش ليؤكد أن تصريحات اجتزئات أن الإمارات باقية لجوال المملكة العربية السعودية والحكومة الشريعية في اليمن حتى إعلان التحالف انتهاء الحرب ورغم ما بدأ أنه تراجع عن تصريحاته السابقة إلا أن الوزير الإمارات أكد أن الحرب قد انتهت عمليا ولكن الإمارات ستبقى ضمن التحالف لحين إعلان انتهاء العمليات بشكل رسمي والذي أكد مستشار ولي عهد أبوظبي عبدالخالق عبدالله أنه وشئنا سعوديا خالصا حسب قوله يأتي هذا الموقف الإماراتي الجديد بالتزامن مع تقليص أبوظبي لأعداد قواته المتواجدة في اليمن وخصوصا في عدن العاصمة الموقعة التي كانت الإمارات تمسك بملفها طوال الفترة الماضية